بين الماضي والحاضر ألف حكايات وحكاية ترويها زوايا هذا البيت العتيق الذي يفوح بعبق الاصلة والتاريخ هنا يمتهن الحرفي عم عبدالقادر عثماني وبكل مهارة وإبداع بتحويل بقايا النخيل والمتمثلة في الكرناف إلى تحف فنية في غاية الروعة والجمال نخلص ناريك هذه النساء كل مرة يتعرز نجد صندوق كما لا يخارمون نبدأ في التاريخ هذه بعد عثماني عثماني بدأت منشط في النجارة علمت أخوتي وقالت تعلمها لا تدرك أن هذه الأصنار هي قاني يخدم لماذا نعلم أخوتي أعلم؟ جاتني الفكرة هذه نتعى الناخذ شربتها وقيتها نتخدم بها على الطبع نتخدم الجلد نشوف الجلد والنخلة تقريب رحية فيها ولي يخدم هذه النخلة هذي قال لك النخلة بلاد البلاد ما تخلاش أرني ماشي فيها خدمت بها أسمى الله خدمت بها التعوارح كل بروحه المفعمة بحب الوطني هكذا جسد الحرفي العديد من المعارك التي مرت بها الجزائر في مجسمات تحاكي الواقع من أجل التعريف بها كي تبقى بصمة للأجيال القادمة الفكرة هذه نتعلم دغامش درت فيها المكوحدة درت فيها الرمح درت فيها أي حاجة الحجرة درت الدم في الراية هذه الرمح كل حاجة هذه قلت لك 8 ماء 45 أحداث للناس مات 45 ألف رمش عين على الراية الوطنية أنا نأكد على الراية الوطنية باش نورها الأولاد إذن هي قيمة فنية وسياحية تلازم هذه الحرفة خصوصا مع توفر المادة الأولية ومن أجل تطويرها وإنقاذها من الزوال يسعى الحرفي لتعليم الشباب أبجديات هذه الحرفة